طبعا عبدالإله هذا البرنامج اللي ذكرته برنامج السفراء الوسطية يعتبر من البرامج الرئيسية والرائدة في جامعة طيبة كونه يحظى برعاية متخصصة ومتابعة أيضا من سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أحفظه الله وكذلك يعتبر من البرامج التي حظيت بعدة جوائز كونه يلامس أهم القضايا المهمة في المجتمع وهي القضايا الفكرية ونشر الأمن الفكري بين شبابنا وفتياتنا في هذا المجتمع كونهما العماد الرئيسي بالتأكيد للتطوير والبناء طبعا للتفاصيل أكثر عن البطاقة التعريفية لهوية هذا البرنامج الذي سينطلق غدا بمشيئة الله تعالى ينضم معي في اللقاء الدكتور عبدالرحمن الحربي وهو عميد الشؤون الطلابية وكذلك نائب رئيس اللجنة التنفيذية لهذا البرنامج يسعد صباحكم دكتور عبدالرحمن صباح الخير صباح النشاط والحيوية لكن في البداية البطاقة التعريفية لبرنامج نسخة هذا العام الله صباحكم بالخير البرنامج يأتي في هذا العام بانطلاقة متميزة بدأت فيها الجامعة مع بداية العام الدراسي بتوجيه من معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني بتشكيل اللجنة الإشرافية والفرق التنفيذية للإعداد المبكر والتنسيق المتناسق حتى يظهر البرنامج بحلة جميلة البرنامج كما هو معروف برنامج من البرامج التي تحظى برعاية وتشريف وحضور كريم من صاحب السمون الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة منورة وهو برنامج متكامل ومكثف يقام في رحاب جامعة طيبة هذا البرنامج يلامس القضايا الأساسية التي تمس طلاب وطالبات الجامعات فيما يخص التوعية الفكرية والأمن الفكري البرنامج يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات في صناعة المبادرات المجتمعية التي لها اتصال مباشر بقضايا التوعية الفكرية المطروحة لدى وزارة التعليم في البرنامج لها عدة أشكال وعدة الألوان في هذا البرنامج في هذا العام لها شعار متميز هوية وطن يهدف أيضا إلى طرح هذه القضايا بشكل جذاب وإبداعي لدى طلاب وطالبات الجامعات السعودية البرنامج لهذا العام أيضا هناك أربعين مبادرة لتصميم الفعاليات والبرامج المرتبطة بهذا الجانب يعني كيف ستكون المشاركة والمنافسة أيضا بين الطلاب والطالبات على مستوى المملكة هذا البرامج في نسخته في هذا العام يمر بأربع مراحل المرحلة الأولى ونحن الآن على مشارفها هذه المرحلة الأولى تنطلق في التدشين والتوعية والتثقيف في تدريب الطلاب على صناعة المبادرات المجتمعية ضمن القضايا المطروحة للتوعية الفكرية ثم يعودون الطلاب إلى جامعاتهم وكلياتهم على مستوى المملكة العربية السعودية بصناعة هذه المبادرات خلال الفترة القادمة لمدة أربعة أسابيع ثم ندخل في المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحكيم والمراجع ضمن اللجاء المتخصصة في المبادرات المجتمعية لموضوعات التوعية الفكرية ثم ننطلق إلى المرحلة الرابعة وهي تكون في نهاية الفصل الدراسي في إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز ضمن حفل ختامي برعاية تشريف سمو أمير منطقة المدينة منورة لو تحدثنا بالأرقام والأحصائيات يعني عدد المشاركين من الطلاب والطالبات كذلك عدد الجامعات والكليات المشاركة الحمد لله بدأنا بهذا الصباح الباكر الجميل في استقبال وفود الجامعات السعودية وكلياتها عدد الجامعات المشاركة أربعين جامعة تقريبا عدد الطلاب والطالبات المشاركين تجاوز المية واربعين طالب وطالبة لهذا البرنامج عدد كبير في الفريق التنفيذي لإدارة هذا المشروع الضخم على مستوى المملكة العربية السعودية لامتداده خلال ثلاثة أشهر تقريبا في الفترة القادمة شكرا لك دكتور عبد الرحمن الحربي وهو عميد الشؤون الطلابية يعني عبد الإله منذ تواجدنا اليوم حقيقة في بداية هذا الصباح في رحاب جامعة الطيبة ونحن نرصد ونشهد حركة رشيقة للجامع من خلال انطلاق هذا البرنامج والاستعداد له من خلال استقبال الوفود كما ذكر ضيفي أيضا يتزامن مع برنامج سفراء الوسطية وإطلاقه منتدى الابتكار الاجتماعي الذي سينطلق اليوم بمشية الله تعالى برعاية سمو أمير المنطقة والذي سيستمر إلى غدا بمشية الله تعالى هذا كل ما لدينا بالتأكيد ونتمنى التوفيق للمشاركين على مستوى المملكة من الطلاب والطالبات أعود إليك بالصوت والصورة عبدالله بالتوفيق للجميع شكرا جزيلا لك في دون طبقاني